أعوذ بالله من السيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك التكاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنسل إليك وما أنسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المطلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى تمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقدعون إلا أنفسهم وما يسعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهدئون الله يستهدئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوفد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بتمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رفقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والفجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوبة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاتقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون بالأرض أولئك هم القاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تقدون وما كنتم تكتون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنمة وكنا منها ربدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الإلحين فتلقى آدم من ربه كرمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهدون وأمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارتعوا مع الراكعين أتأمرون المات بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجتي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عجل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نتاءكم وفي ذلكم بلاء للربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنفرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنفرون ثم دعتناكم مما بموتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم فطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسقون وإذ استسخى موسى لقومه فقل نضرب عطاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يقرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقتائها وقومها وعدتها وبصلها قال أتست بدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم اطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبك فقلنا لهم كونوا قردة قاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهنين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مقرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كنحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من هذا ما يشطق فيخرج منه الماء وإن من هذا ما يهدئ من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتقمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أناني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يطلق الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئة وأحاطت به قطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها قالبون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالبون وإذ أخذنا ميزاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وذي الوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمتاكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميتاقكم لا تسككون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من بياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتقرجون فريقا منكم من بيارهم فظاهرون عليهم بالإكم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض فما جداء من يفعل ذلك منكم منكم إلا قسي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بروس وآتينا عيسى بن مريم البجنات وأيدناه بروس القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرقوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئت ما اشتروا به أنفسهم أن يكفرون أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله بغيا أن ينزل الله من قبله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم من موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أقدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور واخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بكف ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادحين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمتحدحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاتحون أو كلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما فقر سليمان ولكن الشياطين فقروا يعلمون ما فالسحر وما أنفل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولذئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو صبل عظيم ما ينسخ من آية أو ننسها نأكل خير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل القطر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعكم واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة وما تقدموا لأنفسكم من قير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدهل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع متاجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا خذر ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون بجيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقيون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونبيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم القاتلون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للنات إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للنات وأمناه واتقلوا من مقام إبراهيم مصلاه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاتفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من التمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعديه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مطلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قبل نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قذلة ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلتا بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءت من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن طريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرة لألا يكون للناس عليكم كجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأثم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والفكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليه الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا تناف عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يختمون ما أنسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للنات في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين تفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يطفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح واستحى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم تحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بقارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا كطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وهداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميكة والدمر لحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إكم عليه إن الله غفورا رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الأليم أولئك الذين اشكروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد حيث البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الذكاة واليكون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البكثاء والضراء وفي البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الفر بالفر والعبد بالعبد والكنسى بالكنسى فمن عفي نمر من أخيل شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحكام ذلك تخفيكم من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم بالقصاص حياتياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير من وصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثنه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاط من موس جنفا أو إثنا فأصلح بينهم فلا إثن عليه إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان للكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مكتين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين لكن من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا من وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهم وأنتم عاكفون في المساجد فيك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله معا لكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأقرشوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء كافرين فإن انتهوا فإن الله رفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة للنار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أدا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد عقاب الحج أسهر من معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلنه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واستقوني يا أول الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا قبلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرار واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم أفضلوا من حيث أفاضلوا الناس واستغفروا الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيتم من مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا وما ندل في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب واذكروا الله في أيام معدودا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تتشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو أند الفصار وإذا تولى سعى في الأرض ليؤسد فيها ويهيك الحرث والنسي والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئة النهاد ومن النائمين يشغي نستهب تغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا بقلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدل مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد عقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنفل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس لما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين قلوا من قبلكم مسكتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والأقربين واليتامى والمساتين وبه السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمين يسألونك عن الشهر القرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإقرات أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون إن الذين آمنوا والذين هاجعوا وجاهدوا في كبيل الله وجاهدوا في كبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبذل الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل أسلافا لهم طيب وإن تقالفوهم فإخوانكم والله يعلم المحسد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الكنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيرين قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يؤمن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرق لكم فأتوا حرثكم أن ناشئكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم مناطوه وبشرين إليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله بالنغر في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فائل فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقون ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهمن مثل الذي عليهمن بالمحروف وللرجال عليهمن درجة والله عزيز حكيم قد طلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهم شيئا إلا أن يخافا فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والشكمة من الكتاب والشكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبروهن فلا تعبروهن أن ينفحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكالكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والواردات يربعن أولادهن حوليه كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وتسوتهن بالمعروف لا تتلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستربعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملن بصير والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهم يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملن خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاف حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غطور فريم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنسف ما فرضتم إلا أن يعطون أو يعطوا الذي بيده عقدة النكاف وأن تعطوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله طالقين فإن كفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم مما لم تكن تعلمون والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن فرجنا فلا تناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقبون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياه إن الله لذو قبل على الناس ولكن أكثر الناس لا يسرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم للظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم قالوا كملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشار والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية وبقية مما تعتآل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما خطل طالوت بالجنود قال إن الله مهتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما شاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بردوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وقتل داود جاروت وآتاه الله الملك والفكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله أبو فظل على العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فظلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البجلات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا قُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذر حفظهما وهو العلي العظيم لا إكران في الدين قد تبين الرصد من الغير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتك بالعروة المسقى فقد استمتك بالعروة المسقى لهم انفصام لها والله سبيع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء المطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إذ قال إبراهيم وفي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو فالذي مر على قرية وهي قاوية على عروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثها قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نفسوها لحما فلما تبجل له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولا تلي طمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبء منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منن ولا أذى منن ولا أذى لمن أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعنا أذى والله غني حبيل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم من بالمن والأذى كالذين ينفق ما له رئاء من الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل قفوان عليه كراب فأصابه وابن فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفا فإن لم يصدها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيوجد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية بعفا فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبذل الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله وافع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباد وما أنفقتم من نفقة أو نذركم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجارل أغنياء من التعقف تعرفهم بسيماهم لا يسألون ما تإلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يخذنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النسل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرْوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءِ وَذَرْوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءِ إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميترة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نخ ما كتبت ثم توفى كل نخ ما كتبت وهم لا يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا أَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَبَلْ يُمِّلْ وَلِيُّهُ بِالْعَبِيْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجٌّ وَامْرَأَتَانِ مِنَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءً أَنْ تَضِلَّ إِخْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأذى الشهداء إذا ما دعوا ولا تفهموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناكم ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خشوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على كفر ويمتجدوا كاتبا فرهان من مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمنى أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ومن يكتمها فإنه آدم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا كفرانك ربنا وإليك المصير لا يتلف الله نفسا إلا وسعنا لها ما كسبت وعلينا ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القول الكافرين ترجمة نانسي قنقر